لأنه بش نسمعه فقرة اسمها ويسام شرف اليوم نحكيه لكم على الإيمان أن الحرية حق أن الظلم لا يدوم وأن المقاومة واجب نحكيه على الاستبسال من أجل وطن تنتميله ومستقبل تمن بيه وتبنيه بتضحياتك وعملك الكلام بش يكون على بطلة تونسية حقيقية تشبه البطلات الروايات الأسطورية لكنها عاشت في بلادنا نحكي لكم اليوم على أم السعد يحياء تولدت أم السعد يحياء عام 1898 في ولاية جيبس تحديدا في المطوية كانت وقتها بلدة صغيرة عاشت في أحياء تبسيطة مع عائلتها وكي كبرت شوية تنقلت مع العائلة الكل من جيبس للعاصمة وينستقره تحديدا في نهج العطاوي في جيهة باب سويقة غادي تزوجت وأنجبت صغارها لكن الحياة تمتحنها وتخليها تفقد زوجها في صن صغير وضع يخليها تتحمل المسئولية وحدها في وضع عصيبة مر به البلاد بداية الحركة الوطنية ومقاومة الاستعمار الشارع يغلي أم السعد المستقبل اللي تراه هو ولادها أحرار تراه في الاستقلال بش ينجم وينعموا بالحرية تقرر تتطوع مع الحركة الوطنية ومجهود المقاومة بديت من لول تجميع المنشورات في منزلها اللي تحول يوم بعد يوم إلى مركز للاجتماعات وفي مرحلة متقدمة أصبح مخزن حقيقي لسلاح المقاومة مش هذا كهو بيوتها العربي تخبّوا فيهم فلاقة هربين من العسكر تخبّوا فيها زادة برشة زعماء سياسيين كما زعيم الحبيب بورجيبة عام 1943 أم السعد يحية كانت ترقد تحت الفرش داحة كمية من السلاح تنجم تخليها تعدي بقية تعمرها في السجن كانت معارضة حياتها للاختار في كل لحظة شبح الموت يخيم عليها وعلى عائلتها سلطات الاستعمار تستجوبها أكثر من مرة يبحثوها أكثر من مرة لكن عمرها لسلمة أو دلت على معلومات تنقص من جهد المقاومة أم السعد يحية مش هذا كهو كان دورها في المقاومة التونسية تقنع نساب أهمية مشاركتهم في المقاومة معركة التحرير تم الكل كانت حاضرة نهار محاكمة زعيم علي البلهوان وينهاجم مئات من تلمثة الزيتونة على الكرهب اللي هاز عليه بلهوان للمحكمة ودخلوا في سدام على العسكر الفرنسي لاستدام هذا تسبب في استشهاد العشرات وين حاولت هي ومجموعة من النسوة حمايتهم وقت اللي رجع برجبل تونس استدعاها طلب منها تكوين أول شعبة نسائية ووليت وقتها واحدة من الزعيمات اللي قودوا الاجتماعات العلنية والسرية زادة ويطالبوا بالاستقلال في حدثة التسعة فريل تتوقف أم السعد وين يشدها المستعمر وهي شادة سلاح في يدها بعد بمدة وبعد ما يتبدل المقيم العام يجيها قرار الإفراج وأول جملة تقولها وهي ما زالت في باب السجن حمات الحماية حمات الحما نموتوا نموتوا ويحيا الوطن بعد الاستقلال يوسمها لحبيب برجيبة بالوسام الثاني من وسام الاستقلال توفيت أم السعد عام 1972 يتم تخليد اسمها على نهج من أجرنا أنهج العاصمة أم السعد كانت بطلة حقيقية ضد المحتل اللي كان يعمل لها ألف حساب واحدة من أهم المناظلات في البلاد هذه ساهمت بيش تخرج المستعمر منها هي تونسية ساهمت في كتابة التاريخ وأهداء الحرية للتونسيين وتستحق على كل ما قدمته ويسام شرف ويسام شرف ويسام شرف للناس اللي خلدهم التاريخ رجال وإنساء وإنساء المساهمات في الحركة الوطنية المنسيات أحيانا الحقيقة ما كنتش نعرفها برش لأن التاريخ موجبين والله رضيب محلها والله بطلة حقيقية فعلا محلها أم السعدة شكرا زينب كانت هذه ويسام شرفها متاع اليوم شكرا رباب إن شاء الله يرجع بحثنا رفع في قدم الأيام